ألف شكر لكم أول شي أنا مقيم في النمسا وعندي إقامة ثلاث سنوات وأنا متزوج جديد يعني بدي أعمل يعني إن شاء الله لم أشمل على عقد العمل فلو ممكن الآن ستحكي لنا شو هي الشروط المطوبة مني في النمسا لأنه أنا فألت كثير وكل واحد بيقول لي شكل فما وصلت للجواب الشافي فلو عندك معلومات من فضلك أكيد هقول لحضرتك عن طريق عقد عمل لازم حصرين يكون شغال قبل ما يقدم عقد العمل قبل ما يقدم طلب لم الشمل أقل شيء ثلاث شهور يعني قبلها بثلاثة أربعة شهور يكون شغال وأهم شيء في الموضوع الدخل الدخل بتحسب إزاي ما قدرش أقول دلوقتي لأن كل واحد ليه حالة مختلفة ده بترجع هو بيدفع إيجار قد إيه عليه ديون ولا لأ عليه التزامات ولا لأ هل عليه نافقة بيدفعها كل الأشياء دي بتتحطي في الحزبان مع دخله ولازم يكون في بيت خاص به بعقد سكني في الحالة دي بتكون دي يعني دول أهم شرطين المساحة بتلعب دور آه طبعا المساحة يعني هو المفروض تقريبا لكل فرد 15 متر تقريبا بس لو في بقى أطفال صغيرين خالص يعني مثلا طفل سنة سنتين ممكن المساحة تنزل شوية بس نقول لو هو ليه هو وزوجته بس يعني تكون 30 متر أقل شيء يعني فيما 30 متر فيما فوق بس عبت بس عبت